أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتعاون الدولي رانيا المشات أن الشباب مهيئ للعب دور محوري في تشكيل مستقبل التنمية خاصة مع ظهور العديد من التغيرات العالمية الحالية والمتمثلة في التقدم التكنولوجي وتغير المناخ ما يترتب عن ذلك من تأثيرات على الأنظمة الاقتصادية والمحلية والعالمية وخلال مشاركتها في جلسة النقاشية بعنوان اتجاهات العالم والتي تناقش أبرز الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية العالمية والمنعقدة ضمن فعاليات النسخة الثالثة والأربعين من المؤتمر الكشفي العالمي أكدت المشاط أن قدرة الشباب على الابتكار والتكيف السريع تسهم في وضعهم بموقع ريادي كمحرك رئيس للتقدم العلمي والتكنولوجي مؤكدة أهمية مشاركتهم في جهود التنمية الدولية والحوارات متعددة الأطراف كالمؤتمر الكشفي العالمي باعتباره يمثل أمرا ضروريا لمواجهة التحديات العالمية الراهنة وأشارت إلى أن استضافة مصر لهذا المؤتمر في نسخته الحالية يمثل انعكاسا مباشرا لرؤية الدولة فيما يتعلق بتمكين الشباب والاستثمار في التنمية البشرية